للصلاة في مسجد فيه قبر صحيحة من العلماء من يقول أنها صحيحة والدليل لما كان أنس يصلي إلى القبر فرآه عمر فقال القبر القبر يا أنس قال البخاري لم يأمره بالإعادة فمن العلماء من يقول أنها صحيحة مع الكراها هل من السن دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى لا يصح الخبر عن النبي وقد ورد هذا عند الحاكم ولكن ضعفه الدار القطني وشيخ الحاكم من العلماء من يقول أنه متهم بالكذب هل يجوز أخذ الماء البارد من المسجد لا يجوز إلا عند الضرورة لأن المياه موقوف للمسجد ما هو الفرق بين المسجد والجامع من العلماء المتأخرين ما يقول أن المسجد تقام فيه الصلوات الخمس والجامع تقام فيه الصلوات الخمس مع الجمعة ما هو حكم من يصلي في البيت ولا يذهب للمسجد صلاته صحيحة وعليه إثم التخلف عن المسجد هل يجوز الكلام في شؤون الدنيا في المسجد والله يجوز والدليل أن النبي كان يصلي الفجر ويجلس في مصلاه وأصحابه كانوا يخوضون في حديث الجاهلية فيضحكون ويبتسم سيد الخلق محمد هل يجوز للحاء الدخول للمسجد لدروس العلم من العلماء من يقول أنه لا يجوز لأن المسألة فيها خلاف الأكثرون على المنع لحديث إني لا أحل المسجد لا لحائض ولا لجنب ولكن والله الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي ومن العلماء من يجوز إذا ما كان تلوث المسجد دخل للمسجد وهم يصلون العشاء ولم يصلي المغرب ماذا يفعل والله وحد النية مع الإمام صلي العشاء وبعد صلي المغرب وأنت معفى من الترتيب واقتئذ إذ الأمر ليس بيدك هل يجوز إصطحاب الأطفال للمسجد يجوز إذا ما كان يشوشون على المصلين ويقطعون خشوعهم والحسن والحسين كانا يأتيان إلى مسجد النبي ما هو فضل الصلاة في المسجد الصلاة في المسجد في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة في رواية بضع وعشرين درجة في رواية خمسة وعشرين درجة والنبي قال من غدا إلى المسجد أوراه أعد الله له نزلا يعني ضيافة إكراما كلما غدا أوراه ما هو دعاء الدخول والخروج من المسجد الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك والخروج اللهم أني أسألك من فضلك طبعا هذا في صحيح مسلم دخل المسجد قبل الغروب هل يصلي تحية المسجد إذا ما غربت الشمس يا أخي الجمهور يمنعون لأن النبي نهى يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس ومن الولماء ما يقول إذا كان ذوات أسباب لكن الجمهور حتى ذوات الأسباب يمنعونها هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من المسجد لا لأن النبي قال لا تمنع إماء الله مساجد الله هل يجوز أن أبيع هاتفي في المسجد لشخص أراده لا يا أخي اطلع من المسجد وبيعه لأن النبي قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع يعني يشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك هل يجوز رفع الصوت في المسجد يجوز إذا كان لعله للتعليم أو غيره وأن لا يشوش على المصلين هل يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد في قولين العلماء المسألة فيها خلاف من العلماء من يقول عن المنع لقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس من العلماء من يقولون هذا المنع في المسجد الحرام فقط ويجوزون في غيره والنبي ربط أسيرا غير مسلم ثلاثة أيام في المسجد هذا والله أعلم السلام عليكم